اعتدى طلاب في السعودية على مدرسهم في حفل التخرج لأسباب مجهولة حتى الآن تداول رواد مواقع تواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي وثق الاعتداء العنيف على المعلم في حفل قيل عبر الصفحات أنه حفل تخرج ويظهر في الفيديو محاولة المعلم الفرار من الطلاب الذين يواصلون ملاحقته للاعتداء عليه ليقوم أحدهم بإلقاء الكرسي بكل قوة والهجوم على المعلم أثار مقطع الاعتداء غضب النشطاء الذين استنكروا الواقعة وطالبوا بمحاسبة الطلاب على هذا التصرف الذي وصفوه بالمشين المغردة الحنوف لم تستطع حتى إكمال الفيديو من شدة قساوته فقد قالت والله إني انغبنت وما قدرت أكمل المقطع وش ما كانت الأسباب ما توصل طالب أو توصل طالب يمد إيده على معلم مو عاد يتجمهرون عليه بهذه الطريقة وكل واحد وين يوجعك في لجان في إدارات ورقام للشكاوي كانت جمهروا بخطاب رسمي أو شكوى على المعلم في حال كانوا متضررين منه أما شغل العربجة والعصابات هذه لا وفي تعليق آخر عبر ركان عن استيائه من الفيديو بطريقته الخاصة قائلا وين الاحترام وين تقدير من علمك حرف وين تقدير شقاه ولو رسبك ولو خل درجاتك من أقل الدرجات لا تنسى أنه علمك حرف وتحترم وأغلب الطلاب يجيبون الهم فوقها لا فهم ولا علم ما أشرقت في الكون أي حضارة إلا وكانت من ضياء معلم قم للمعلم وفيه التبجيلة كدى المعلم أن يكون رسولا تأسفت من جهتها رحمة على الوضع الذي وصل له التعليم قائلا الحق على القوانين واللوائح التي تحمي الطالب وتعطيها الحق في كل ما يسوي وضد المعلم وليس للمعلم أي حق حتى أنه يدافع عن نفسه يا أسفاه على التعليم بعد أن وقع بأيدي المنظرين يجب محاسبة الشباب الظاهرين في الفيديو هذا ما أكد عليه ناصر الذي قال ولا شيء يقهر المفروض يحرمونهم من الدراسة أقل شيء ثلاث سنوات والسجن وما يكفي بعد في تعليقنا آخر غريب نوعا ما التمس محمد الأعذار للطلاب كيف ذلك؟ دعونا نلقي نظر محمد قال في تغييته للأمانة بعض المدرسين والمعلمين فهمين التعليم خطأ لازم تكون فيه دورات تدريبية وتعليمية قبل التعيين في كيفية التعامل مع الطالب وإيصال الفكرة بالشكل المناسب بالرغم من تدخل أشخاص آخرين لفضل الاشتباك إلى أنهم لم يستطعوا ذلك وأنتم مشاهدين ما رأيكم؟ هل هناك أي سبب في العالم من الممكن أن يبرر تصرف الطلاب مع معلمهم؟ شاركونا عراءكم شاركونا عراءكم